طاقة القراءة أنت تعيش حياتك في هذه الفترة مع أصدقائك تفرح وتحتفل وتعيش بملذات الحياة ورفاهيتها وتحاول استثمار وقتك باللهوة المرح ولعلك أيضا أنت في علاقة ثلاثية الرجل المعلق ترى الحبيب بأنه متعلق بك كثيرا أو بأنه كثير الشك والقلق أو بأنكم الآن في وضع انفصال أو طلاق وربما هذا الانفصال لم يتم بشكل نهائي أجل إنكم في حالة انفصال هذه محكمة ربما تكون بينكم محاكم لقضية طلاق ونفقة أو قضية نفقة أولاد أو أن الحبيب عنده مشاكل متعلقة بخضية ما أو بأنه طالب منك العدل فهو ربما يراك غير عادل معه ولا تعطي حقه هذه مكملة لهذه أجل أنتما احتمال كبير كنتما في زواج وقد حصل بينكم الانفصال والخروج من هذه العلاقة فلنرى طاقة القراءة لهذه الفترة أنت هذه هي طاقتك أنت تعيش حياتك لملاذاتك الشخصية واحتمال بأن هذا هو سبب الطلاق أو الفرق أو أنك غاضب جدا من الحبيب أو أنك منهمك جدا في عملك فربما تكون معروف المجتمع وعملك مع الناس بشكل دائم أو ممكن أن تكون أنت مكتئب وأنت تخرج من اكتئابك أيضا في اللهو والمرح والانغماس في ملاذات الحياة هنا وهنا في الطاقة العامة فارس السيف هذا هو طاقة الحبيب هو يحبك كثيرا وما زال متعلق بك ولا يوجد بقلبه غيرك ولكنه يشك بحقيقة مشاعرك نحوه وهو يريد ببداية جديدة معك وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق فهو يراقبك ويجمع عنك المعلومات ويسأل عنك الأصدقاء ويريد أن يعطي هذه العلاقة بينكما فرصة أخرى ولكن لا يريد أن يظهر لك هذا فأنت تشعر بأنك لا تريد أن تفتح قلبك للحب فأنت هنا متباعد ولا تظهر بأي مشاعر باتجاهه وإذا كان بينكم أولاد أنت ستحاول أن تعطيه حقوقه وما يتوجب عليك فعله باتجاه هذا الشخص فقط فأنت في هذه الفترة تشعر بالابتئاب وتمين إلى ابتعاد والغموض والتخفي فأنت صامت هذه الفترة وأنت تحاول أن تعيش حياتك لكي تنسى كما قلت لكي تنسى ما حصل معك وربما تكونان من بلاد مختلفة وأنت الآن مبتعد وتحاول أن تختفي عنه لكي لا يعلم عنك شيء مشاعر الحبيب يحاول أن يستعيد توازنه النفسي فهذا الموضوع هزه كثيرا وأثر عليه أو أنه يحاول أن يستعيد توازنه مع عائلته أيضا إذا كانت عنده عائلة أو يستعيد توازنه مع عاطفيا وعمليا نوايا الحبيب هو أنت نواياه هو أنت نواياه هو أن يصالحك ويعود إليك ويتقرب منك وينتظرك ويترقب مجيئك إليه فهو يحبك كثيرا ولا ينوي أن يكون مع أحد غيرك وهذه خطوته القادمة هو سينتظر الوقت المناسب للتقرب منك فإذا أحس بأنك ستعطيه الفرصة سيعود لك بسرعة البرق ولن يتردد لحظة ولكن أنت بالمقدمة بالبداية أنت يجب عليه أن تظهر له قليلا لكي يعلم بحقيقة مشاعرك هو لا يعلم بالغيب ويخاف أن تصده مصير هذه العلاقة سيكون مصير هذه العلاقة هي في وضع الحدود بينكما فهو سيحاول أن يبقي نفسه متبعد عنك ولو أنه سيكلمك إلا أنه سيبقي العلاقة ضمن حدود الصداقة أو إذا كنتم ملتزمين بعمل سيبقى بضمن حدود العمل وإذا كان بينكم أطفال سيقدم عليه فقط نصيحتك لهذه القراءة أن تخرج من الطاقة السلبية إذا كنت تشعر أنك فيها وإذا كان هو المجروح إذا أحسست أنه هو المجروح من هذه العلاقة حاول إخراجه من هذه الطاقة وإذا كنت أنت المجروح حاول استشفاء وعيش حياتك فأنت لذلك تعيده إليك دون أن تدري شكرا لكم موليد برج القوس على هذه المتابعة وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله اشتركوا في القناة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم